سؤال الثالث إذن قطعتي الحبل بطبع غير متساويتين كما هو مواضح في الشكل وبتالي ينتج منه هندسيا أنه الزاوية تيتا 1 كما هي مرسومة هنا تكون أصغر من الزاوية تيتا 2 من الجهة اليمنى اتجاه الإسقاط الموجب الأفق يكون على هذا الشكل والإسقاط العمودي يكون إلى هذا الاتجاه إذن العلاقة التي تربط تيتا 1 وتيتا 2 نسميها العلاقة واحد قانون نيوتون هو عبارة عن تيتا 2 زائد مجي يساوي السفر with the two projections إذن في اتجاه الواي تعطينا العلاقة 2 وفي اتجاه الـ x تعطينا العلاقة 3 عفوا في اتجاه الـ x تعطينا العلاقة 2 وفي اتجاه الـ y تعطينا العلاقة 3 إذن نرجع إلى العلاقة التي تربط تيتا 1 وتيتا 2 بما أن تيتا 1 وتيتا 2 هما زوايا محصورة ما بين 0 وتسعين درجة معناه الكوساين دالة متناقصة وبالتالي إذا كان تيتا 1 أصغر من تيتا 2 معناه كوساين تيتا 1 أكبر من كوساين تيتا 2 ومن المعادلة 2 نستنتج أنه تي 1 أصغر من تيتا 2 اشتركوا في القناة